كمان ودي نقطة هتكلم عنها شوية علق على طلب إمام عشور تسديد رجلة الجزاء في نهاية المباراة وقال الكل كان عايز يسدد ضربة الجزاء وأنا كمان نفسي وعايز أسددها لكن النتيجة كانت تقدم الزمالك بسرسية وبالتالي الكل عايز يسجل وقال إنه هيبقى فيه وقت يسدد فيه إمام عشور ومحمد أشرف روقة والجميع كل الناس كل اللاعبين عندهم تموح تسديد رجلة الجزاء لأن المباراة كانت انتهت وقال إذا كان هناك رقلة جزاء وسددها لعب آخر كانت الجماهير هتسأل عن سر عدم تسديد أحمد مصطفى زيزو لضربة الجزاء بص بقى اللقطة دي بتاعتنا في رقم عشرة إمام عشور لقطة حتونا من الأول يا جماعة عشان أشوفها معكم واحدة واحدة إمام عشور لحظة تسديد ضربة الجزاء رجع هو آخر واحد هو هو اللي راجع ده هو اللي راجع على رجله ده لقبل نص الملعب واقف طبعا كان بيحاول إنه هو اللي يسدد وبعد كده شكبالة وزيزو أقنعون إنه زيزو هو اللي لازم يشوت بصراحة التزم زعلان صحيح أو زعلان مش المفهود إنه يزعل سجد بعد الهدف حسنا ما بيجيب يحاول يهديه بس سوا كان لسه بالدايق ما راحش احتفل مع اللاعبين بالهدف والدايق والدايق مباراة محسومة وأنا متعلق فيها جدا إمام عشور زيزو خد أفضل لعب عشان سجل هدفين وعمل أسست بس في رأيق إمام عشور كان أفضل لعب في الزمالك فهذا مباراة أفضل لعب في المباراة بشكل عام وعمل شغل عالي جدا وكراته الطلالة بيعملها مش طبعية بس اللي عملوا نادي الزمالك جهاز فني والعبين هو الصح 100% هو الصح 100% لسه من كم يوم عمين يتكلم في قصة أفش انت صحيح كذبان 3-0 بس مش معناه إنه أي لعب بقى أي لعب في الملعب بما أننا كذباني 3-0 ياخد الكورة ويخش يشط لا فيه ترتيب الترتيب ده لو أنا كذباني 12-0 همشى على الترتيب ده رقم واحد موجود في الملعب يبقى أقول لأي شود رقم واحد مش موجود يبقى رقم اتنين وهكذا فالزمالك عمل الصح جهاز فني عمل الصح أحمد مصطفى زيزو عمل الصح إنه ما سابش الكورة لإمام عشور وإمام عشور في رأيه ما أفورش يعني ما عملش أزمة ما دخلش تخاني مثلا وشد الكورة وأنا وزعلينه بتاع اتقمص شوف أنا بستخدم اللفظ اتقمص شوية وقف بعيد فبرضه مش عايز الناس لوحده بحزيزو يعني عفوا إمام عشور يعني إيه الأمصة مالهاش لازمة مش لازم يعني مش لازم تعمالها ومكنش لازم أصلا طولي أنا عايز أشوت خاصة زي ما جوزفالدو فريتا قال لو أنت لو كنت دخلت شوت كانت الدنيا قامت عليك هو ليه مصطفى زيزو ما شطش هو الجهاز الفني كان قاعد بيعمل إيه هو مش المفروض ده حمى مصطفى زيزو هو الرقم واحد ولو سليم بقى لو كنت ضيعتها كمان كنت أنت نفسك بعد التقلق ده كله خدت الهجوم كله زي ما حصل مع عفشة بالزبط نفس الحكاية نفس الحكاية فأنا شايف أنه الجهاز الفني للزمان اكتعامل بشكل سليم وشايف أنه ما فيش أزمة كبيرة عند إمام عشور مش حكاية مش قصة يعني نوقف عندها كتير بس هي الصورة جات النهاردة وأعلق عليها شتطلتوا في الإيدة عشان كده كمان حبيت أعلق عليهم